فوجيت تراث وأصالة عنوان تجلى واضحا في ساحة ميدان الفقيد جرامام الذي شهد انطلاق مهرجان فوجيت للمحالبة والمزاينة في نسخته الحادية عشر بدعم رسمي ومن التجار ورجال الأعمال والشيوخ مما أظهى للمهرجان رونقا جديدا كل سنة يزداد التطور من ناحية مادية أو من ناحية الدعمين ومن الغنوات التي تحضر ومن المشاركين ومن جميع الجهات يعني نقل النوعية هذه المرة ونقلها يعني واحد يفتخر بها وإن شاء الله نأمل المزيد في العوامل المقبلها إن شاء الله هذه النسخة اختلفت عن سابقتها بكثرة المشاركين سواء في أشواط المحالبة التي استمرت خلال الثلاثة الأيام الأولى للمهرجان وأشواط المزاينة التي تلتها في الأيام الثلاث الأخيرة أشواط شهدت تنافس كبير بين المشاركين القادمين من مختلف مناطق المحافظة ومن حضر موت ومن الدول المجاورة ونطلب من رجال الأعمال والسلطة في المحافظة بدعم هذه المزاينات وهذه المحلبات ليقوم التراث الأصيل ويكونوا يتربوا على عيالنا وجيالنا ولا نفرط فيه هذا الموروث الأصيل يربطنا صحاب البادية وأيضا يربط صحاب المدين بهذا الموروث الأصيل ونجاح هذا الموروث الأصيل ليس بنجاح أهل البادية وأهل اللب الملاك اللب الفغط بل نجاح المتواجدين في هذه المناطق كاملة حتى يبعد الناس عن الأمور الثانية اختتم المهرجان بحفل تكريمي تخلله العديد من الفغارات التراثية المتنوعة والقصائد وعرض للمقتنيات الأثرية في الخيمة التراثية استمرارا للحفاظ على الموروث يأتي مهرجان فوجيت بنسخة الحادية عشر في جو تنافسي كبير من ملاك الإبل الذين توافدوا من كل مكان هذا المهرجان الذي شهد تنافس وحماس كبير وأيضا ترتيب منظم مراد عبد الرزاق لغناة سهيل الفضائية المهرة